ودل على ذلك يعني ردا على المشاككين حيال طائرة بيراكدار التركية بفضل الله سمى بيراكدار التركية في أزربيجان استطاع الجيش الأزربيجاني أن يتفوق على الجيش الأرميني بشكل واضح للغاية والفيديوهات كانت خير دليل أيضا فشل الروس في دخول كييف وخر كييف مع استخدام القوات الأوكرانية لطائرات بيراكدار والأحاديث التي أتت في البداية من قبل السلطة الأوكرانية عن أن بالفعل تركيا خير صديق لهم وأنها أمدتهم بهذه الطائرات المسيرة في حين تخلى عنهم من عالم الغربي وقتها في بدايات الغزو الروسي لأوكرانية أعتقد بأن مثل هذه الأمور ترد بقوة على المشاككين في البداية كانوا يكتبون ويقولون هذه الزبابات لماذا تهولون حولها ما ردك على مثل هذه الإدعاءات نعم تركيا أي تقدم تركي أو أي إنجاز تركي للأسف يتم محاربته من الداخل التركي من المعارضة التركية ومن الغرب بسبب أن تركيا بالنسبة للغرب هي الإسلام وتركيا بتمثل الدولة المسلمة ومازال بوعبع الدولة العثمانية ورغبة الشعب التركي والدولة التركية في استعادة نفوذها بعد مئة عام من الضعف والهوان والاتفقيات المجحفة في حق تركيا لذلك لا يتحدث الغرب عن الإنجازات التركية ربما لا تتحدث إلا المجر رسميا عن هذا والدول التي استفادت من الدعم التركي المباشر لكن الجميع يصمت عن أي إنجاز تركي ولكن الإنجازات التركية تفرد نفسها على الأرض وأيضا في السماء ترجمة نانسي قنقر